السلام عليكم ورحمة الله لكم في الموجزة الرياضية أجريات قراءة بطولة أوروبا الدولية المفتوحة الأولى لفنون الغتالة المختلطة للهواء التي نظمها الاتحاد الدولية بالتعاون مع الاتحاد البريطاني للعبة وذلك بقاعة فندق هيلتون في مدينة بيرمينغ هام التفاصيل مع موفر مركز الأخبار الزميل حازم الشيخ بداية المشوار تعتبر أهم من المشوار نفسه والانطلاق المثالية تعتبر سر نجاح الفنون القتالية فقد أسفرت القراء عن تأهل كل من المقاتل علي إبراهيمي وعبدالسين إلى الدور الثاني بحسب أفضلية سجل المقاتل التي رجحت كفتهما بعد مشاركتهم الأولى في بطولة العالم لفنون القتال المختلطة للهواء والتي أقيمت في أمريكا لديكم مقاتلين موهوبين وبعضهم تأهلوا بسبب مشاركة في بطولة العالم وذلك يرجح كفتهم في الوصول إلى نصف النهائي وأعتقد أن الفريق قادر على ذلك أما ثلاثة مقاتلين أحمد الكعبي وحسين عياد وعيسى العميري يبدأون مشوارهم من الدور الأول فسيقابل أحمد الكعبي المقاتل النرويجي إدريان جاهري وأحسين عياد سيقابل الفنلندي ساكو كينين أما عيسى العميري فسيواجه مقاتل إيراندا الشمالية غارلان بيرسلين سيقابل عياد عندنا تسعة أشخاص في وازنة بيلعب أول يوم هو القرعة ما أخذ متوايد لأن الباقي اللي في وازنة بيليعبون يوم ثاني هو الوحيد اللي اثنين بيليعبون أول يوم بس حسين اللعب جيد وإن شاء الله حظوظة كل جيدة في البوم عبدالله السينا ويد متفائلين فيه لأن حين حصل هم باي يعني اليوم الأول ما رح يلعب وهم اللي أنا شارك في بطولة العالم عنده سيدنج فسيدنج معناته أنه مؤهل أن يكون الأربع اللي صار سيدنج أنهما بعيدين عن بعض ما رح يتلقون الأقوى الناص في البراكت إلا في السيمي فاينل بس عمير بيلعب وزنة 66 عنده 19 واحد في وزنة براكت تف بس إن شاء الله رح يأدي مباريات جيدة وإن شاء الله متفائلين فيه علي إبراهيمي هو أقوى براكت 22 واحد في الوزن بس علي إبراهيمي بعد حصل باي يعني أنه بيلعب اليوم الأول بيلعب يوم الثاني وعنده السيدنج بعد لأنه شارك في بطولة العالم فراح يكون بعيد عن الأبطال للوزن عنده في السيمي فاينل رح يتلاقوا إياهم أحمد الكعبي عنده 9 أشخاص في وزنة رح يلعب اليوم الأول وإن شاء الله حظوظة جيدة كل المقاتلين لديهم فرصة جيدة للتأهل إلى الدور الثاني والظهور بصورة مميزة ونتمنى الحصول على الميداليات هذه المرة المقاتلون في بداية مشوارهم المشوار الذي يأملون فيه أن يضعوا بصمتهم في هذا المحفل العالمي والذين يعتبرون بداية لمشوار الإنجازات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر